كذلك الحديث القدسي الذي حكم الذهبي أيضا عليه بالبطلان قال الله عز وجل إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وأتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي أهل شكري أهل ذكري أهل محبتي أهل شكري أهل نعمتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا الطبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الزنوب والمعايب والحسنة عندي بعشر أمثالها وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها هذا كذب لم يقله رب العزة تبارك وتعالى ولم ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل